الحفر والطباعة بالقوالب الطباعة بالقالب هي الوسيلة التي يستخدم فيها القالب اليدوي لنقل اللون والزخارف من الأماكن البارزة في القالب إلى السطوح المختلفة لزخرفتها. فقالب الطباعة هو نموذج يعد وفق التصميم المراد طباعته ويتضمن حفر الأماكن الغائرة والبارزة فيه باستخدام أدوات خاصة. كما حفر الإنسان على الفخار لعمل أختام مختلفة. وقد شاع قديماً استخدام أسلوبين للحفر على الخشب هما الحفر الغائر والحفر البارز نظراً إلى توافر الخامة في الطبيعة. أما الطباعة بالأختام كما نعرفها اليوم فقد بدأت منذ نحو 500 عام. وقبل ذلك كان كل شيء مقروء ينسخ بخط اليد أو يحفر ويطبع على قوالب خشبية. استخدم أيضاً النحاس الأحمر والنحاس الأصفر قديماً إذ تعد المعادل من الخامات المميزة في الحفر نظراً إلى تماسكها وقوة مقاومتها. وفي عام 1440 طور جوهانز جوتنبيرغ الحروف المتحركة حيث عمد إلى صنع حروف معدنية منفصلة وأنشأ أول مطبع. وبهذه الطريقة استطاع الطباع أن يحصل في وقت قصير على عدد وفير من النسخ المطبوعة للكتاب الواحد.